موسيقى جولة اقبرية جديدة تأتيكم من عمالب اهلا بكم اهلا بكم ودعونا ننتقل مباشرة الى موسكو لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجي روسي سرغي لافروف ونظيري الهولندي سيف كوك نتابع هناك عدا ذلك لدينا وقاع دامغة ان ذلك كانت مسرحية جديدة وشاركت في استخبارات بلد تحول ان تكون في الصف الاول في الحملة المعادلة لروسيا اشتركوا في القناة المرشح لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة حول انتهاء السياسة النعمة تجاه روسيا بالنسبة لقنوات الاتصال القنوات التي تبقت اذا تحدثنا عنها وهذه قنوات الرئاسية وايضا العسكرية ففي هذا الاطار يتم استخدام هذه القنوات كما تعرفون مؤخرا كان هناك محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين ونحن دائما منفتحون لهذا النوع من الاتصالات فهذا يسمح لفهم الطرفين لبعضهم الآخر مما تبقى ولم يتم تجميده نعم يتم استخدام القنوات أما القنوات الأخرى حتى تلك التي من المفروض تفعيلها لا يتم تفعيلها لأن الأمريكيين ومن دون شرح لا يريدون التلاقي أو الاتصال وحدث ذلك في مارس الماضي حيث رفضوا في اللحظة الأخيرة لقاء بشأن الأمن السيبراني وحدث ذلك أمر مشابه منذ أيام حيث رفضوا اللقاء بشأن التعاون الثقافي الإنساني لم يشرحوا أي شيء مما فعلوا ولماذا فعلوا ذلك وأي من القنوات سيتم استخدامها هناك ضرورة لاستخدام هذه القنوات لخلق جو مناسب قبل كل شيء هناك أمور بشأن سوريا والتهديدات التي تبرز من ثلاثة عواصم العضو في مجلس الأمن وفي المنطقة ككل بالنسبة للوضع في المنطقة ككل حيث إن جرى أي شيء مغامر في سوريا لا سمح الله كما حصل في الليبياء والعراق وعولوا ألا ينظر أحدا إلى المغامرة التجارة في سوريا بها نفس الشكل لأنها ستؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا وظاهر أخرى لا نحتاجها لا نحن ولا جيراننا الأوروبيون يحتاجونها أو لا يحتاجونها أيضا ويمكن ذلك أن يفرح فقط من يريد أو من هو محمي بالمحيط أي بعيدا عن المنطقة وهناك جهود لتفتيت المنطقة لتمرير مخاططات جيوسيا خاصة ببعض الأطراف يجب مواصلة الاتصالات عن طريق وزارة الخارجية وأعولوا على أنه حين وزارة الخارجية أمريكية ستصل إلى وضع تستطيع فيه العمل بشكل فعال فالاتصالات على مستوى الرؤساء والمعاونين والخبراء ستتواصل وهذه التصالات تجب أن تكون بين الدبلوماسيين ما يعني أنه يجب استخدام أساليب ديبلوماسية لا تتضمن تهديدات وفترة أخيرة والسؤال الأخير صحيفة كوميرسان السؤال إلى سيد لوروف قد قلتم أنكم نقاشتم قضية سكريبال ومنظمة حضر الكيموية قدمت أمس تقريرا حول هذا الحادث وأثبتات استنتاجات لندن لكن المعلومات الكاملة موجودة في تقرير المغلق هل رأيتم هذا التقرير؟ مكتوبا هناك أن خبراء منظمة حضر الساحة الكيميائية يؤكدون نتائج لندن بينما يتعلق بمكونات الكيميائية للمواد هناك أساسة كبوريس جونسون ممرة أخرى ومجددا بدأوا بمحاولة تشويه الحقيقة وأعلنوا أن إعلان منظمة حضر الكيموي تثبت كل ما دعته بريطانيا بما في ذلك مرجح للغاية هذه العبارة ولقد أتدنا على تصريحات هذا السياسي وأكدوا مرة أخرى أن منظمة حضر الكيموي أكدت مكونات الكيميائية للمادة وفي القسم المغلق من التقرير هناك معادلات طويلة ومعقدة لهذه المادة وليس هناك تسميات اعتيادية ممكن حديث عنها ذكر فقط أن هذه المادة ليست من سجل السجل الذي جرى النص عليه في ميثاق حضر الكيميائي والذي وفقه يجب أن يتم استجواب البلدان أو الأطراف نقوم بدراسة هذا التقرير هناك أمور مثيرة للغاية بنود مثيرة للغاية تتطلب الآن سنحاول إلى الكريب العاجل الرد على هذا الموضوع حيث سيعمل خبرانا ومن وكالات مرموكة لعمل مع هذه الوثيقة الكبيرة على هذا الموضوع Спасибо за участие. وأن يكون هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي بعيدا عن لغة التهديد يجب أن تكون اللغة متعقلة لغة دبلوماسية لتجنيب المنطقة وإيلات الحروب وكارثة أكبر ستعود بالضرر على كل المتواجدين أكد على وجوب أن تكون هناك تواصلات واتصالات ما بين الجانبين ما بين روسيا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية فيما له وصل بقضية تسمية تسميم الجاسوس الروسي أكد سيرجي لفروف وزير الخارجية الروسية لأن هناك مواد كيموية ولكن يجب أن لا نستبق النتائج وفي الأراضي المحتلة أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص خلال بواجهات مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ألف الفلسطينيين اليوم إلى القطاع للمشاركة وانطلقوا في مسيرات العودة للجمعة الثالثة على التوالي وسط تأهب قوات الاحتلال التي قامت بنشر القناصة والدبابات على طول الحدود ولمزيد من تسليط الضوء أكثر حول مسيرات العودة الكبرى وتحديدا جمعة رفع العالم معنا الآن من غزة الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب مرحبا بك أستاذ هاني الفلسطينيون السماء الرئيسة لهم هي المقاومة والصمود ما نراه اليوم في الجمعة الثالثة هي جمعة رفع العمل العلم يعني هناك فحوة بالطبع من هذا الاسم ما هو الفحوة لهذا وهناك أيضا يعني دلالات كثيرة لهذا الاسم ما هي يعني هذه كما أشرت حضرتك الجمعة الثالثة في إطار مسيرة العودة الكبرى وهي رسالة موجعة إلى العالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بحقه في العودة وفقا لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار بـ 94 الفضر عن الجمعية العامة البندة الحادي عشر المتعلق لحق الفلسطيني بالعودة إلى أراضيهم والطاولة عنهم لكن هذه الجمعة مختلفة لأنها تحت شعار رفع العلم الفلسطيني مقابل حرق العلم الإسرائيلي رفع العلم الفلسطيني يشير إلى أن الشعب الفلسطيني موحدا تحت ظل هذا العلم بينما كانت كافة الفعاليات الشعبية الفلسطينية ترفع أعلام الفصائل لكن هذه المرة الشعب الفلسطيني موحد تحت إطار عالمي وهي رسالة موجهة إلى العالم وكل بأن الشعب الفلسطيني موحد في إطار مسيرة العودة هذه في جمعة الثالثة والذي من المتوقع أن تستمر هذه الشمعة حتى الخامس عشر من أيار القادم وهو اليوم ذكرى وإحياء لذكرى النكمة الفلسطينية عندما احتلت دولة فلسطين كاملة في ذلك الوقت نعم سيد هاني بالطبع في الجمعة الثالثة هناك حصاد للجمعتين المنصر متين يعني إذا تحدثنا عن سقوط شهداء من الفلسطينيين وكذلك عدد كبير من المصابين ولكن نريد أن نتحدث على الجانب الآخر الدبلوماسي والسياسي ما هو الحصاد من مسيرات العودة الكبرى ونحن الآن في مسيرة جمعة رفع العلم التي توحد الفلسطينيين ولا يكون هناك شعارات لفئة نادون أخرى يعني هذا صحيح تماما نعتقد أن رسالة هذه المسيرة قد وصلت إلى الرأي العام العالمي رأينا صحيح أن المجلس الأمن فشل مرتين في التعاطي مع هذه المسيرة من خلال الفيتو الأمريكي والبريطاني لكن على الصعيد الآخر رأينا الأمين العام للأمم المتحدة يدعو أكثر من مرة إلى ضرورة فيام أو إنساء تحقيق مستقل في استخدام الدولة العبرية إسرائيل السلاح القاتل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين المحتشدين على طول خطوط الحدود بين القطاع الغزة والدولة العبرية من خلال استخدام إسرائيل القوة الغاشمة والسلاح الناري في مواجهة الفلسطينيين عزل وكذلك رأينا يومن رايت بوش يشير إلى أن ضرورة تحقيق مستقل ودعت في سابق بالغة الأهمية الجنائية الدولية للتحقيق مع القتل الإسرائيل كذلك منصقة في الاتحاد الأوروبي السيدة لابريني عندما قالت بضرورة قيام تحقيق مستقل للاتخدام إسرائيل القوة الغاشمة في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين إذن الرسالة هذه المسيرة السلمية قد وطلت إلى المجتمع الجولي وهذا أهم رسالة وهدف لهذه المسيرة نعم يعني سيد الكريم الحديث عن هذه المسيرات السلمية التي تقابل للأسف بالدبابات ونشر القناصة ويعني العديد من الوسائل الأخرى التي يلجأ لها قوات تلجأ لها قوات الاحتلال الإسرائيلي الحديث الآن عن ردود الأفعال كما ذكرت في معرض حديث كلان نتحدث عن القمة العربية التي سيكون بالطبع أبرز ملفاتها على الطاولة هي القضية الفلسطينية ما هي توقعاتك لما سيتمخذ عنها فيما يخص القضية الفلسطينية خاصة أنها تتزامن مع مسيرات العودة الكبرى يعني أعتقد أن هذه المسيرة المتواصلة ستجعل القمة العربية أكثر اهتماما بالقضية الفلسطينية واستعادة القضية الفلسطينية لكي تتبوأ أجندة الهامة للقمة العربية في الدمام بعض أيام خاصة فيما يتعلق بضرورة تمسك المنظومة العربية بمبادرتها المسمى المبادرة العربية وهذا يضع حدا فاصلا بين بعض الجهات والأطراف التي تسعى للتطبيع مع الدولة العبرية حيث أن هذه المبادرة ترفض أي تطبيع إلا بعد إحلال السلام وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الأسرائيلي والعودة إلى حدود الرابع من حزيرة كذلك المطلوب تبني مبادرة الرئيس عباد في مجلس الأمن قبل بضعة أشهر والتي ترفض بشكل مباشر ما يسمى بصدقة القرن التي تعد إلى الإدارة الأمريكية بالتعاون مع دولة الاحتلال الأسرائيل نعم بالطبع سيد هاني جمعة رفع العالم تحمل العديد من الرسائل وقد وصلت بالطبع إلى المجتمع الدولي وتحديدا إذا أردنا أن نصلط الضوء بأنها وصلت رسائل كثيرة تحديدا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تخذ قرار بحق الفلسطينيين ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس نشكر السيد هاني حبيب الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من غزة تحدي جديد يخوذه الفلسطينيون المرابطون على الحدود بين غزة ودولات الاحتلال مع خروج مسيرات العودة الكبرى للإسبوع الثالث على التوالي اللجان الشعبية الفلسطينية أكدت استمرارية هذه المسيرات كونها تحمل أهدافا وطنية وتتخذ من الطابع السلمي منهجا لها وذلك في مواجهة آلة القتل والعنف وفوهات البنادق والقناصة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد شبان عزل وحتى الساعة وبحسب بيانات الصحة الفلسطينية فإن عداد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر حتى باتت المستشفيات في غزة تكافح لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحة على المستوى العربية أجمع المشاركون في الاجتماع الوزاري التحضير للقمة العربية على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للقضية العربية ورفض أي قرارات تهدف إلى تغيير واقع الأراضي المحتلة وخاصة مدينة القدس الشريف وقد حرصنا خلال العام الماضي جميعا أن تكون القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن وضعية القدس كأرض محتلة وكذا عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا التي تتعرض لتضييق غير مسبوق بقيت هذه كلها على رأس قائمة أولويات العمل السياسية للجميع العربية القمة العادية التاسع والعشرون ستقدد تمسكها بالقوانين الأممية التي تمثل أساسا لتسوية نهائية عادلة تضمن قيم دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية السلام خيارنا العربي الاستراتيجي وسنقوم بدورنا كاملا لتحقيقه لكن طريقه بينة أعلناها واضحة في مبادرة السلام العربية إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967 استمر تصدر القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى لبنوت جدوى الأعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة تعبيرا عن الموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتها المستقلة توفير التمويل للسلطة الفلسطينية يمثل بندة مهما على جدوى لأعمال القمة حيث ستتم مراجعة المبالغ التي تم تخصصها في السابق لصالح إعادة العمار والتخفيف من تابعات الحصار الاقتصادي الإسرائيلي ومعاونة الفلسطينيين على الصمود أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إدرام مستوطنين نار في مسجدهم ببلدة عقربة جنوبين عبلس بيضافة الغربية وبحزب وكالة الأنباء الفلسطينية رسمية فإن مستوطنين القومواد قابل للإشتعال على مدخل لمسجد الشيخ صعادة أبو شاهر في البلدة ما أدى إلى احتراق أجزاء منه كما تركوا شعارات عنصرية على جدرانه قال وزير الخارجية السعودي إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية المقرر انطلاقها يوم الأحد في الرياضة وأوضح لوكالة فرانسو بيس أن هذه القضية لن تأخذ اهتماما يرقى إلى وضعها في جدول الأعمال وكان وزراء خارجية الربعي العربي أكدوا أمس على موقفهم الثابت بضرورة تلبية الدوحة لقائمة المطالب لإقامة علاقات طبيعية معها بنا مشاهدين الكرام النشرة ما زالت مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير تفضلوا دائما بالبقاء معنا أهلا بكم مشاهدين المجددة أهلا بكم من جديد وإلى سياق النشرة يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بطلب من روسيا لبحث تهديد السلم الدولي على خلفية الأزمة السورية وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده تعول على عدم تجاوز نقطة لا عودة في سوريا واصفا التهديد باستخدام القوة في سوريا بأنه انتهاك لمثاق الأمم المتحدة تفق رئيس الأمريكي دولاند ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي على قيادة تحرك دولي لمنع تكرار الهجوم الكيماوي المزعوم في دومة بالغوطة الشرقية وخلال اتصال هاتفي اتفق ترامب وماي على مواصلة العمل عن كثب لصياغة رد دولي على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا الى ذلك طالب زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جارمي كوربين باجراء تحقيق مستقل لتقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المزعوم به في سوريا وقال كوربين ان بريطانيا لا يجب ان تنتظر تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما اكد ضرورة منقشة التدخل العسكري البريطاني في سوريا داخل مجلس العموم اكدت الخارجية السورية التزامها بالتعاون التام مع منظمة حضر الأسلحة الكيماوية وتقديم كل تسهلات لازمة للقيام بمهمها واتهمت الوزارة الولايات المتحدة والدول الغربية بالوقوف وراء حملة تضليل مستمرة بشأن استخدام الغازات السهمة في مدينة دومة وادعاء وجود أدلة بحوزتها على ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شرطتها العسكرية شرعت في نصب نقاط للتفتيش في دومة واضفت الوزارة أنها تواصل العمليات لضمان الأمن والاستقرار في المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري في الغوطة الشرقية أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من ثلاثة ألاف مسلح من فصيل ما يسمى جيش الإسلام مع عائلاتهم من مدينة دومة وخلالها الأربع عشرين الساعة الماضية في ظل ما تشهده الأزمة السورية في تطورات متسارعة ينتظر الجميع بترقب ما قد تسفر عن الساعات أو الآيام القادمة من تصعيد حيال سوريا بسبب ما زاعم استخدام الأسلحة الكيموية في مدينة دومة بغوطة دمشق ما زال المجتمع الدولي في انتظار القرارات الأمريكية الأوروبية بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد الأراضي السورية ردا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دومة بغوطة دمشق في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ترامب اجتمع مع فريق الأمن القومي بشأن سوريا ولم يتخذ أي قرار نهائي وأكيدا أن الإدارة الأمريكية ما زالت تقيم المعلومات وتتشاور مع الحلفاء في حين قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزامي أنها تفقت مع رئيس الأمريكي على ضرورة السياغة رد دولي للردعي عن استخدام الأسلحة الكيموية في سوريا أما سويد فقد اقترحت مشروع قرار مجلس الأمن الدولي يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتارش بإرسال فريق الرفيع المستوى معني بنزع السلاح إلى سوريا للبت في جميع القضايا المعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيموية بشكل حاسم من جهة أخرى عبر وزيراء داخلية الفرنسي والألماني عن قلقهما من زيادة تدفقات المهاجرين إلى أوروبا حال تفقم النزاع في سويا وقال وزير الداخلية الفرنسي إن الحيللة دون وقوع النزاعات هو السابل الوحيد لمنع ظهور لاجئين آخرين قدمين من مناطق حروب جديدة وما قد يسببه ذلك من مشكلات إلى أوروبا وأكد رغبة بلاده في تعامل بالفعالية وإنسانية في ملف الهجرة أما الحكومة السورية والجانب الروسية فقد حمل الغرب مسؤولية أي تأخير في وصول مهمة منظمة حضر الأسلحة الكيميائية لتحقيق في هجوم كيموي مزعوم وإن أطرافا غريبة تسعى لتعطيل مهمة الفريق والتدخل في عمله كما دعت السلطة الروسية دول مجلس الأمن الدولي لاجتماع بشأن سوريا وقالت متحدثة باسم الخارجة الروسية إن تهديدات أمريكا وفرنسا بضرب سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة كما أشرت إلى أن القوات الروسية في دوم السورية لم تاثروا على دليل للهجوم الكيموي الوهمي صوت طبول الحرب يزداد صخبا كل يوم في المنطقة فهل يخضع ترامب للضغوط الداخلية من جهة والإصرار على أن يكون مختلفا كليا عن الإدارات السابقة من جهة أخرى أعلن رئيس مجلس الدومة الروسية عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل وذلك لإقرار مشروع قانون ينص على اتخاذ تدابير عقبية ضد السياسة الأمريكية وبحسب وكالة انترفاكس فإن المشرعين الروسي يقترحون زيادة الرسوم على استخدام الشركات الطيران الأمريكية للمجال الجوي الروسي وفرض قيود على الأمريكيين العاملين في روسيا نشر الجيش واليمني مقاطع مصورة لمدينة ميديا الساحلية بعد تحريرها من الحوثيين وتظهر الجولة المصورة انتشار الجيش في مختلف أحياء المدينة وكذا حجم الدمار الذي خلفته الحرب مع الميليشيات أطلقت قوات الجيش عملية عسكرية واسعة مدعومة من التحالف العربي تمكنت خلالها من تحرير مدينة ميدي بشكل كامل الأربعاء الماضي بعد ثلاثة أيام من المعارك المتواصلة وتعتبر مدينة ميدي مدينة محررة أول مدينة محافظة حجة تعتبر من محافظة محررة لها ما بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى رفعنا اليوم العالم في ميدي سنربحه قد نداخل محافظة حجة وسنربحه بعد قد نداخل صنعاء بإذن الله هذا النصر ما هو إلا حلقة لسلسلة انتصارات بإذن الله في جميع الجبهات نهنيكم بهذا الشرف وأنتم أصحاب وطن ونحن معكم في هذا في خندق واحد وبإذن الله بإذن الله إن نفرح جميعا بالانتصار العظيم وإزالة وتدمير هذه الشردمة الفاسدة التي وجهت سلاحها في اتجاه وطنها وفي اتجاه شعبها استنكر وزراء الخارجية العربة التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية تنظر إلى هذه التهديدات بأعلى دراجات اليقظة أعلى دراجات اليقظة مع إيران مبدأ أكد عليه المجلس الوزاري العربي المنعقد في الرياض تحضير للقمة العربية في دورتها التاسعة والشرين التي تصطديفها المملكة العربية السعودية لا سلام مع إيران قبل توقفها عن التدخل في الشؤون العربية وأطمعها في سوريا واليمن والبحرين وغيرها من الدول التي طالتها أذر الميليشية الإيرانية على جيراننا من الأطراف الإقليمية أن يعلموا أنه عندما يتعلق الأمر بتهجيد الأراضي العربية أو العبس بسيادة الدول فإن العرب يتحدثون بصوت واحد ويتحركون انطلاقا من فهم مشترك كما ندد وزير الخارج السعودية عادل إجبير بالتصميم الإيراني على استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية التي تطلقها جماعة الحوثي إن بلادي لا تقبل ولا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في منطقتنا إن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان فهي تقف وراء إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لها في اليمن بالصواريخ الباليستية الإيرانية الصنعة التي تطلقها ميليشيات الحوثي على المدن السعودية والتي بلغت 117 صاروخا أو في السياق جهود التصدي لهذه المخاطر جاء اجتماع اللجنة الربعية المعنية بالتصدي للممارسات الإيرانية بمشاركة وزير الخارجية سامح الشكري حيث تم التأكيد على أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة من خلال زرع الطائفية واحتضانها لقادة الإرهاب وتمويلهم ماديا وبالسلاحة مع تصاعد الخطر الإيراني أصبحت الدول العربية بحاجة إلى استراتيجية موحدة تضمن التصدي بحسم للأطماع الخارجية وخاصة الإيرانية منها شهدين عودة مرة أخرى إلى الأراضي المحتلة حيث يشارك الألاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في جمعة رفع علم فلسطين وحرق علم الاحتلال الإسرائيلي واستطاعه بقوات الاحتلال التي قامت بنشر الخناصة والدبابات على طول الحدود نتابع هذا البث الحي المباشر من قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر 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 ورفع علم فلسطين الحرة بطبع يا رجائي هو رفع العلم الفلسطيني على الأراضي المختلة والآن مشاهدين الكرام ندى بلا فاصل قصير بقوم معامل موسيقى اهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل اهلا بكم بالتفاصيل توصل فريق من الباحثين بقيادة الدكتور زاهي حواس لموقع جديد بوادي الملوك في الأقصر قد تكون للملكة عنق آسن أمون ابنة الملك إخناتون وزوجة الملك توت عنخامون مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي على مدار ثلاثة أشهر تجري عمليات البحث والتنقيب على قدم وساق في المنطقة الغربية بوادي الملوك بالأقصر حيث توصل فريق من الباحثين بقيادة الدكتور زاهي حواس لموقع جديد قد يكون لزوجة توت عنخ أمون وابنة الملك إخناتون الملكة عنخ إسن أمون ووفقا لقراءة الرادار تشير البقعة التي تجري فيها أعمال الحفر على عمق خمسة أمتار تحت الأرض إلى أنه من المحتمل أن تكون مدخلا للمقبرة الملكية ويؤكد العلماء أنه إذا اتضح أن المقبرة التي يتم الحفر للوصول إليها الآن هي بالفعل مقبرة زوجة الملك الفرعوني سوف يسهم ذلك في الكشف عن مصيرها المجهول والذي لا يوجد له أي أثر بالمخطوطات التاريخية تم اكتشاف موقع المقبرة في يوليو 2017 بالقرب من مقبرة الملك آي خليفة الملك تتعنخ أمون في حكم مصر القديمة حيث تزوجت عنخ إسن أمون الملك آي بعد وفاة زوجها السابق تشير الأدل التي وجدها فريق الباحثين لوجود رواس بأثاث وقطع من الفخار وبقايا طعام وغيرها من الأدوات بما يمهد لوجود مقبرات ملكية بالموقع ويخطط فريق الدكتور حواس لاستمرار أعمال الحفر بالغرفة المكتشفة حديثا لتحديد هوية من بداخل من مميوات الجادير بالذكر أن عنخ إسن أمون كانت طفلة الثالثة لإخناتون ونيفر تيتي وولدت في حوالي 1348 قبل الميلاد وتعتبر الأخت غير الشقيقة لتوت عنخ أمون كما يعتقد أن الملك المفقود تزوجت من الملك توت عندما تولى العرش في سن التاسعة وكانت تكبره سناً وفي الأخبار الرياضية قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصورة لاستغناء عن خدمتها بجلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك لاستغناء عن إيهاب جلال بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف لهدفين في الجولة الحادية والثلاثين للدور الممتازة كما قرر المجلس تعين خالد جلال مدير فني للفريق الأبيض خلال ما تبقى من الموسم الحالية قام الجهاز الطبي ليا الزمالك منقل أحمد الشناوي بعربة الإسعاف في الأحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وإجراء أشعة على الرجب ذلك عاقب الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء الاتحاد السكندري بالدوري وتعرض الشناوي لأصابة عبارة عن جزع أعلى الرقبة نتيجة التطامه بلاعب الاتحاد في المباراة تم تغيير اللاعب وشارك محمود جنش بدلا منه جدد أهل جد السعودي مفاوضاته مع الدولي المصري طارق حامد قاية خط وسط الزمالك من أجل تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويسعى مسؤول النادي السعودي لعقد جلسة مفاوضات قريبا مع إدارة الزمالك من أجل الاتفاق على ضم حامد سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائية وينتهي تعاقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وحصلت الإدارة البيضاء على توقيعه قبل عدة أسابيع لتجديد التعاقد إلا أن العقود لم يتم توثيقها في ظل عدم حصول اللاعب على مقدم التعاقد حتى الآن قال مصطفى عبدالخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أنه سيقوم بالإدلاع بأقواله في نيابة الأموال العامة فيما يخص أزمات النادي وآشان عضو المجلس السابق لأن المجلس الحالي تفاخر باختراق القانون واتباع أساليب مختلفة وذلك في الإدارة المالية لا تتوافق مع اللوائح لفتا إلى أن ملاحظات المراقب المالي على النادي لم يأخذ أو يأخذ أحد بها خصوصا أنه تحدث عن تربح النادي من وراء تغيير العملة في السوق السوداء هبط فريق النصر إلى دوري القسم الثاني رسميا بعد الهزيمة من فريق المصر البورسعيدية بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما على استادي برج العرب ضمن فعاليات الجولة الحادية والثلاثين من الدور الممتازة وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات ويحتل فريق النصر المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة ويبتعد عن فريق الرجاء أقرب منافسه بفارق 6 نقاط بهذا الفوز يرتفع رصيد المصر لنقطة 52 في المركز الرابع من 28 مباراة سيكون الأهل مطالبا باتقدم خطوة جديدة في حملة الدفاع على لقبها وعن لقبه والسعي نحو الثنائية المحلية للموسم الثاني التوالية حيث يلتقي الداخلية في ختم اللقاءات ثمن نهائي من مصابقة كأس مصر ذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام المارد الأحمر تخطى فريق تلفونات بن سويف في دولة 32 للمسابقة بعد الفوز بخماسية نظيفة فيما تأهل الداخلية لثمن نهائي عقب الفوز على الناصر بهدف النظيف وبعد حسمه لقب دوري للمرة الأربعين في تاريخي يصع الأهل لحصد لقب الكأس للموسم الثاني على التوالي ذلك بعد التتويق بلقب العام الماضي على حساب المصري البورسعيدي في سياق متصل أعلن الأهلي جاهزية تاثنائي الفريق الحارس محمد الشناوي والمهاجم صلاح محسن للمشاركة في مباراة الداخلية بينما تأكد غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق عن هذا اللقاء وقال خالد محمود طبيب الفريق أن أزارو لم يتخلص بشكل نهائي من إجهاد العضلة الخلفية وأن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري فضل عدم الاستعجال في عودته إلى ذلك وافق الجهاز الفني للأهل بقيادة حسام البدري على مواجهة فريق أكسا من سردام الهولندي يوم الحادي عشر مما يوم المقبل ذلك على ملعب هزا بن زايد في مدينة العين بالأمراض في مهرجان اعتزال حسام غالي قائد الفريق وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهل أن الفريق سيتوجه بعد المشاركة في مباراة اعتزال غالي مباشرة من دبي إلى أوغاندا استعدادا لمواجهة فريق كامبالا سيتي في ثاني جولات دور المجموعات من دور الأبطال الإفريقي المحدد لها أحد أيام الخامس عشر أو السادس عشر مما يعلى ملعب لوجوجو ستيديوم بالعاصمة كامبالا وصل المنتخب الوطني تراجع في تصنيف المنتخبات الشهرية الذي يصدره أو يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتراجع الفراعنة في تصنيف شهر أبريل مركزين ليصبح في المرتبة السادسة والأربعين عالميا لكنه ظل في المركز الخامس إفريقيا ويعد هذا التراجع والثالثة تواليا إلى وصيف بطل إفريقيا عام 2017 حيث تراجع في فبراير ومارس الماضيين من المرتبة الثلاثين إلى الرابعة والأربعين وقبل أن يستقر في مركزه الحالية على المستوى العالمي ارتقت بلجيكا مركزين لتصبح في المرتبة الثالثة بينما تراجع منتخبي البرتغال والأرجنتين مركزيا ليصبحان في الترتيب الثالث والرابع تواليا بينما حافظت ألمانيا على الصدارة والبرازيل على الوصافة هذا وقد شهد تصنيف شهر أبريل قفزة هائلة للمنتخب التونسي حيث نكح نسور قرطاج في الارتقاء تسعة مراكز ليقترب من العشرة الثلاؤال يصبح في المرتبة الرابعة عشر خلف منتخب انجلترا مباشرة الذي يقع معه في نفس المجموعة ذلك بنهائية منذ عدروسيا هذا الصيف وبهذه القفزة التاريخية حافظ المنتخب التونسي على صدارة قائمة المنتخبات الأفريقية والعربية في التصنيف فأرى رجال كرة رياد بنادي الزمالك من هزيماتهم بلقاء السوبر الإفريقي العام الماضي أمام غريمهم التقليدي الأهلي وحقق الفريق الأبيض اللقب الخامس بتاريخي بعد الفوز 21-20 في النسخة الخامس والعشرين من البطولة بلقاء الذي أقيم على الصالة الكبرى لمجمع الصالات في استاد القاهرة الدولية وتأهل الفارس الأبيض بذلك لكأس العالم للأندية والمعروف باسم السوبر جلوب والمقرر إقامتها في أكتوبر القادم بالعاصمة القطرية الدوحة بعدما رفع الرصيد من البطولات القارية إلى عشرين لقبا تم الدولي المصري محمد حسن تريزيجين انتقاله إلى قسم باشا تركي رسميا بعدما فعل نادي التركي بند شراء اللاعب من صفوف عند الأخذ البرجيكي وذلك مقابل مادي بلغ مليونين وسبعمائة الفيرو عقد تريزيجي الجديد مع النادي التركي سيمتد لثلاثة مواسم مقبلة ولن يكون الشرط الجزائي بهذا العقد كبيرا حسب عدة التقارير الصحفية ما يسهل مهمة انتقال النجم المصري لأي فريق آخر خلال الصيف المقبل تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفر بول والدور الإنجليزية ضمن قائمة المرشحين الحصول على لقب صاحب أجمل أهداف الدور ربع نهائي لمصابقة دور أبطال أوروبا ويتنافس هدف صلاح في شباك منشستر سيتي بمباراة الإيابة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي بملعب الاتحاد مع هدف كريستيانو رونالدو الأسطورية في شباك يوبانتوس خلال مرحلة الذهاب من ذات المرحلة إذن مشاهدين بعد الخبر نكون قد وصلنا لنهاية هذه الطائفة من أخبارنا ولكن لن يتبق فيها إلى التذكرة بهم العناوين إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى بجمعة رفع العالم الفلسطيني وقبل يومين من انطلاقها سعودية تؤكد عدم إدراجس أزمة قطر بجدول أعمال القمة العربية ترامب يرجو مجددا قراره بشان سوريا وترقب الوصول بعثة منظمة حضر الأسلحة الكيموية إلى دوما بلنا مشاهدين الكرام نحن مستمرون معكم على رأسي كل ساعة تفضلوا دائما بالبقاء معنا عبر شاشتكم أونلايف